سلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله بهذا الفيديو راح نعطيكم أبرز الأخبار أو الألعاب اللي تم الإعلان عنها بحدث Inside Xbox أو Xbox Live المرتقب من الكل طبعا الألعاب كلها اللي راح نتكلم عنها تم الإعلان عنها أو تم عرضها على جهاز الأكس بوكس اليديد اللي هو الأكس بوكس سيريس X خلونا نعطيكم أبرز الإعلانات اللي صارت ونبلش معاكم بأول لعبة أعلنوا عنها بعنوان Bright Memory طبعا اللعبة هذه Bright Memory موجودة أساسا على جهاز الحاسب الشخصي لكن بنسخة Early Access تقريبا صار لها Focus لكن حطولنا عرض دعائي حق طريقة اللعب على جهاز الأكس بوكس سيريس X شفنا أمكانية الجهاز شفنا اللي هو الفيزيكس أو الإضاءة أو الجهاز السيريس X شنو يقدر يقدم لنا واضح أن الجهاز قوي ما في أي نقاش اللعبة أيضا شكلة حلوة لعبة من المنظور الأول فيها شوتينج فيها نظام الطق بالسيوف فيها السلو موشن أكثر شيء شدني أنا بالعرض اللي حطوه حق لعبة Bright Memory وهو الجو باللعبة والإضاءات والمعكاسات واضح أن الأنجن اللي شغالين عليه ملائم حق الأكس بوكس سيريس X هذا كان أول لعبة أعلنه عنها خلال محتمر إنسايد أكس بوكس وبعدها تم الإعلان عن لعبة السيارات اليديدة اللي هي لعبة Dirt 5 طبعا لعبة Dirt 5 الأجزاء القديمة نازلة من قبل موجودة لعبة بشكل كبير فيها رالي وتقدر تسوي كاستمايز على السيارات فيها أمور جدا كثيرة شفنا قوة جهاز الأكس بوكس سيريس X إلى العرض اللي شفناه وعلنه عن تفاصيل يديدة منها أنك أنت تقدر تسوي كاستمايزيشن أو تقدر تتعدل على السيارة بشكل أكبر ونظام اللي هو الكرير مود أو طور القصة كان بمثابة صدمة بالنسبة لي لأن الناريتر أو اللي هو الشخص اللي راح يكلمك أثناء القصة مو شخص واحد أثنينة ومو أي ثنينة من أفضل ومن أفخم مؤدين الأصوات بعالم الفيديو جيمز اي نعم أهما تروي بيكر ونولان نورث لأول مرة راح نشوفهم بلعبة واحدة مع بعض يكونون أهما طور الكرير مود بلعبة Dirt 5 وبعدها تم الإعلان عن لعبة غريبة للأمانة ما ندي شو نقصتها لكن واضح أنها لعبة رعب ممكن أنها تكون لعبة رعب نفسي ممكن أنها تكون نفس الكريتشرز أو الزومبيز أو الكائنات الغريبة بعنوان سكور لعبة رعب ما شفنا الجيم بلاي مالها لكن عرض عائلها عرض سينمائي بنظام السي جي آي ما في أي تفاصيل ثانية حق اللعبة وأغلب الألعاب اللي علنوها أو اللي شفناها مو حصرية حق جهاز الأكس بوكس السيريس اكس من الحين انتو حطوها المعلومة في بالكم ما في شي حصري حق جهاز الأكس بوكس سيريس اكس كل الأعلانات فقط ألعاب قاعدة تشتغل بالجهاز اليديد اللعبة اللي بعدها اللي تم الإعلان عنها اللعبة باسم كورز من تطوير ستوديو ديب سلفر ستوديو اللي هو الشهير اللعبة تقدر تسوق فيها الطيارات نفس ما إحنا شايفين تتحكي عن قصة بطلة معينة هذه الطيارة إي هي نفسها البطلة اللي قاعد تسوق الطيارة بعدها تقدر تتحكم فيها كشخصية مستقلة أيضا فيها طابع الرعب أنا أول ما شفت الإعلان للأمانة يا جماعة حطيته في بالي أو كنت متوقع أنه مثلا ريميك أو إعادة ريبوت أو أي كان حق لعبة ماس أفكت لأنه تعطيك الإيحاء حق لعبة ماس أفكت لكن بعدين بعد ما شفنا اسم اللعبة وعنوان اللعبة شفنا إن اسمها كورز شي يديد ما ندري شنو قصته أغلب الأعلانات كانت أعلانات تشويقية بدون أي تفاصيل ثانية وبعدها طبعا بمقابلة أحد اللاعبين أو أشهر اللاعبين بنظام الأنفل أو اللي هو كرة القدم الأمريكية أعلن رسميا عن لعبة مادن أنفل 2021 للأمانة شخصيا أنا مو من محبين هذه اللعبة مو علشان شيء اللعبة حلوة لكن وائد معقدة بالنسبة لي لكن شفنا الفرق الكبير أو التدرج بالغرافيكس على جهاز الأكس بوكس السيريس X واضح إن اللعبة راح تكون وائد قوية ما أدري من فيكم اللي عرف يلعب اللعبة أو يعرف قوانينها أنا شخصيا ما أفهم فيها ولا شيء لأن قوانينها بالنسبة لي جدا معقدة لكن كأعلان وكطريقة لعب واضح إن الرسومات راح تكون جدا جبارة الأعلان اللي بعده ممكن راح يكون مو مناسب حق الكل أعلان جدا غريب مو مريح نفسيا مثل ما إحنا نشوفه شفنا نفس الشجرة اللي هي العيد الميلاد بالنسبة حق الكريسمس حق الغرب وشفنا جثث معلقة واغنية غريبة تشتغل ما ندري شنو والسالفة والجيم بلاي طبعا بنظام المنظور الأول أو اللي هو الفيرست بيرسن الجيم بلاي وايد حلو بعدين بالنهاية عرفنا أن هذه لعبة Vampire 2 أو اسمها Vampire the Masquerade Bloodlines الجزء الثاني من الحين أقول لكم العرض التشويقي أو الإعلان حق اللعبة ما يناسب الكل وايد دموي أو وايد يعني يلعب بالنفس أو يلعب بالعصاب لكن كلعبة أنا جدا متحمس لها ما توقعت إنه يعلنون عنها لكن في تسريبات أطلعت قبل قالوا إنه ممكن يعلنون عن لعبة Vampire 2 اللي هي Bloodlines وفعلا صار هذا الشيء الإعلان اللي بعده كان عن لعبة اسمها أو عنوان يديد اسمه Call of the Sea للأمانة شخصيا وايد عجبني الإعلان أو العرض كان وايد حلو ما في شيء واضح منها لكن واضح إنه لعبة Call of the Sea راح تكون لعبة بقاء أو لعبة Survival إنه شخص يطيح بجزيرة ولازم إنه ينجي أو لازم يعيش أو يصارع المكان اللي هو فيه علشان يقدر يكمل حياته أو يكمل طريجه شفنا من خلال العرض الدعائي قوة الغرافيكس والألوان تحديدا الألوان شلون تتغير من الليل إلى الألوان الخضرة باللعبة طريقة تحلل الغاز أي تفاصيل ثانية ما شفناها عن اللعبة نترقب الجيم بلاي أو إعلانات ثانية عن لعبة Call of the Sea وشفنا إعلانات وايد كثيرة غيرها مثل لعبة بأسنت حق الناس اللي تحب الألعاب الاستراتيجية أو لألعاب تصويب من فوق أو التصوير يكون الطريقة الاستراتيجية لعبة آليين أنا شخصيا ما تستهويني لألعاب التاكتكس أو لألعاب الاستراتيجية نفس نظام Gears Tactics لكن هذه واضح إنه تعبانين عليها بالإنجين اللي ديد على جهاز الأكس بوكس السيريس إكس واللعبة اللي بعدها تم الإعلان عنها باسم The Medium أقوى لعبة خلال هذا الحدث بالنسبة لي أنا شخصيا لعبة رعب نفسي بحت اللي مسوينها وهما بلوبر تيم نفس التيم أو نفس المطورين اللي اشتغلوا على لعبة Observer Layers of Fear ولعبة Blair Witch طبعا هذه اللعبة لعبة رعب نفسي بحت وايد واللعبة مستوحى من Silent Hill بشكل مطبيعي والتيم نفسه اللي اشتغل على اللعبة أخذ استشارات وآراء كبيرة وساعد على إعداد اللعبة وإعداد الألحان وأخراج الألحان المبدع الغني عن التعريف أكيرا ياماوكا اللي هو ملحن سلسلة Silent Hill وهو مو بس ملحن يا جماعة هو أيضا المنتج مع Silent Hill تفاصيل لعبة The Medium رح أخليها لكم مع بوجريد ترقبوا الفيديو الياي حق بوجريد وتفاصيل كاملة عن لعبة The Medium اللي رح تنزل لكن شوفوا الأرض الدعائي ووايد قوي ما شفنا جيم بلاي لكن طريقة اللعبة واضح أنها رح تكون مقاربة بشكل كبير حق لعبة Silent Hill تحديدا الجزء الثاني وتم لعلان عن لعبة بعنوان Scarlet Nexus من ترة Scarlet Nexus وأيضا تم لعلان عن لعبة بعنوان Second Extension لعبة تصويب واضح أنها لعبة بقاء أو لعبة Survival وقاعدين يستعرضون قوة جهاز الأكس بوكس سيريس X لأن المؤتمر خاص جهاز الأكس بوكس فطبيعي أو من الطبيعي أنهم يبينون قوة الجهاز بأي شكل من الأشكال لعبة بقاء لعبة من التصويب منظور الأول واضح أن الجرافيكس رح يكون وايد قوي ولعبة دموية شفنا البطل أو الشخصية شلون لما ترمي أماكن معينة من الوحوش شلون تتقطع والدم يتناثر أيضا هذا الحرض الدعائي أو التريلر مو مناسب حق كل يا جماعة فدير بالكم إذا أحد يشوفه ضروري أن يكون فيه رقابة على هذا الفيديو والصدمة اللي بعدها تم لعلان عن لعبة ياكوزا سبين أو بالعنوان الغربي اسمها ياكوزا لايك دراغن والحلو والمصيبة أو الصدمة ما نقولها مصيبة نسميها الصدمة أن اللعبة رح تنزل بالنسخة الغربية أو النسخة الإنجليزية مع انطلاق جهاز الأكس بوكس سيريس إكس أيضا بخاصية السمارت ديليفري خاصية السمارت ديليفري يا جماعة جدا سهلة إذا شريت اللعبة على جهاز الأكس بوكس ون الحالي اللي موجود رح تقدر تشغلها على جهاز الأكس بوكس السيريس إكس بدون ما ترد تشتريها مرة ثانية بمجرد ما أنك أنت تسوي أبغريد أو أنك تشغل اللعبة هنية رح تشتغل معاك بالجهازين فهذه خاصية يديدة حطونا إياها مايكروسوفت بعنوان لسمارت ديليفري تشتري اللعبة هنية تقدر تشغلها على الجيل الحالي والجيل اليديد أنا شوفها ميزة جدا قوية وتوفر علينا وايد فلوس وبنهاية الحدث المسجل أو المؤتمر المسجل الكل كان ترقب هذا الشيء أو الكل كان ناطر هذا الشيء للأمانة أنا شوية خابضني لأنه كنت متوقع أشوف طريقة لعب أساسنز كريد فالهالا اليديدة لكن ما شفنا طريقة اللعب شفنا عرض سينمائي يديد ومقابلة مع المخرج الإبداعي للسلسلة تحديدا الثلاث أجزاء اللي طافه أوريجينز أوديسي والجزء اللي راح ينزل فالهالا اللي هو أشرف إسماعيل وعطينا تفاصيل يديدة عن قصة اللعبة عن إمكانية اللعبة شنو راح تكون شفنا من خلال العرض السينمائي أو عرض الدعاء اليديد اللي هو الديناميك وذر الأجواء شلون تتغير وصور لنا الأماكن في النرويج وتحديدا في إنجلترا بما أن البطل آيفور راح يكون من النرويج وقصة اللعبة أساسا طريقة استعمار الفايكينغز أو اللي أهمه النرويجيين حق إنجلترا وايد مشابهة بشكل كبير حق مسلسل فيكينغز وقال أيضا أن اللعبة راح يكون فيها الليفل سيستم أو الكرافتينج سيستم وايد تغير وراح يكون وايد دسم أو فيه إمكانيات أكبر نفس ما شرح مطلق بالفيديو الخاص حق لعبة أساسنز كريد فالهالا ما في موعد أصدار محدد حق لعبة أساسنز كريد فالهالا ليديدة ولا شفنا طريقة لعب أو جيم بلاي لكن قال أنهم شغالين على اللعبة على قدم وساق ننتظر نشوف تفاصيل الجيم بلاي اليديدة لكن واضح أن قصة اللعبة راح تكون وايد حلوة ما أقول لكم أنه خلاص كافي حل بحق اللعبة لكن هذه الحقبة أو هذه الحبكة من التاريخ وايد حلوة ومن المفروض أن يسوينها بأساسنز كريد من زمان اللي متحمس حق أساسنز كريد شاركنا راية تحت بقسم الكومنتات هذه كانت أبرز الإعلانات اللي كانت بحدث إنسايد أكس بوكس شاركونا شنو أقوى إعلان كان بالنسبة لكم ولا تنسون باشتراك بالقناة وشير حق هذا الفيديو فما الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر